راضي عن مهنتك كممثل راضي يعني والله ما بعرف ما بعرف بسعى يعني انا هلا كنا عم نحكي انا راسم هون اللي هي النسبة الزهبية انا بحب ايه النسبة الزهبية ايوا ايه النسبة الزهبية هي النسبة الرياضية نسبة بنتي حاجة تانية خالص تقول لي لا 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 انت بس مش واحد فيلك لا هلا انتبهت قول ايه نسبة زهبية لا بالله عن جد انتوا عم تشتغل فيه شيء لا يا ف انتوا محافظ عمو الله عظيم عم تشتغل فيه محافظ عمو الله جدا استاذ عمر مصر يعني الاهرامات العظيمة ايوا فن ايه يعني الجولدن راشيو ايوا العمارة مبنية يعني عم تشتغل فيه شيء ولا لا 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 مش رح بالنية استبه ايوا ايوا مش حالك الجولدن راشيو هي نسبة رياضية تدل على نسبة الخلق وهي اكمل نسبة رياضية تدل على الكمال اللي هي توازي او تقارب نسبة الخلق اللي عملها اه الله عز وجل يعني نسبة اه اعطيك مثال صريح مثلا اليد المسافة من هون لهون اوكي من من هون لهون اوكي رح بيطلع قريبة من النسبة الذهبية واضي بني بنفسه hate one 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 six يعني الحرم اقرب ما يمكن ايوا ايوا النسبة الرياضية فانا عم بحكي يعني النهاردة مثلا في التعامد بتاع ثلاث كواكب هي معمولة بنفس الطريقة نعم هذا هو النسبة الزهبية فنحن البشر بس انت شو قاسد فيها بقصد قوة قديش بتقدري انه مهما يعني السعي باتجاه انك تكوني تسعي لتقدمي افضل ما يمكن طبعا مستحيل نقدم افضل ما يمكن نسمة الكمال الاقرب ما يمكن للكمال اللي مستحيل نحن نقدر له ما بدنا كمال بس انه يعني نستفيد من التولز اللي حوالينا بانه نعمل منهم افضل شي ممكن ايوا صحيح ايه تبوريني ايدك كده ام ايه بقى دل بقى البر ليوناردو دا فينشي ايوا نعم اللي هي عمل على شكل الحلزون ايوا اللي هي كمان بتدل على النسبة الزهبية يعني اللي هي النسبة الرياضية يعني الحلزون الله خلقه الورده الله خلقه يعني كل تشكيلة مراتك مبسوطة معاك بردو مين رغم دا كل مراتك ايه طبعا سعيدة تشبهني دكتير وعارفة النسبة الزهبية والرياضية طبعا ايه ما هنال لازم يكونوا هيك بفكر واحد ايه لانو انا اخذ منه وي اخذت مني يعني لانه ما بيكفي ما بيكفي الحب نرجع تاني اكيد مابيكفي ماشي مع تطور حياتك شفت ان ده شيء جميل يعني الرضا يعني اتمنى اني انا اصل لمرحلة باي شيء في حياتي يكون راضي عنه اتمنى بس بقول دايما بصراحة بقول دايما الحمد الله بس بقول كمان بنفس الوقت انه لو كان الظرف احسن كنا عملنا احسن دائما في حالة جوع للأحسن اشتركوا في القناة